موسيقى 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 لأنها خرجت عن طاعة ولكن عشان أجي أعمل إنذار بالطاعة لابد أن يكون هذا الإنذار بالطاعة لمنزل الزوجية أو مسكن الزوجية لازم أبين وصف المسكن لأننا النهاردة مش أعمل إنذار بالطاعة على مسكن غير ملائم أو غير مناسب أصلا للحياة الزوجية وبالتالي هذا المسكن بمعنى إيه سيات المستشور يعني أنا النهاردة وصف المسكن المكان ده فين موجود فين الدور الكام ده كمكان كوصف حاجة تانية لازم يكون المكان ده تأمن فيها الزوجة على نفسها مش أي مكان وخلاص لأن أنا بالتالي أنا ممكن النهاردة الزوجة دي لها مكانة اجتماعية معينة مرحش وديها في مكان لا يليق بها اجتماعية يعني شارط ساتة المسشور إن تكون الحياة الاجتماعية للزوجة قبل الطاعة نفسي يكون الحالة الاجتماعية بتاعت المنزل؟ هي لو هي ارتضت بقى من الأول يبقى على الوضع اللي هي عايشة فيها يعني شكرة الحصيرة والقلة والحاجات بتاعت زمان دي طبعا لو هي أصلاً لو أنا سكنت معاه هنا فأنا قبلت العيشة دي خلاص من الأول وبالتالي أنا لما أجي أعمل لها انزار بالطاعة فأعمل لها على مسكن ملائم ليها وأمين آمن عليها يعني آمن من الناحية يعني أنا ما كنتش في وسط جران للأسف يعني ما تقدرش تعيش معاه بالتالي هي بقى تكون المسكن ده غير ملائم أكيد طبعاً ومن ثم هتبدأ هي تقوم بالاعتراض إيه عليه؟ فكرة المسكن الملائم هو مسكن مناسب ملائم تقدر إنها تعيش في هذا الإيه المكان يكون ملائم ملائم ومناسب لها الأهم من كده كمان إنه يكون خالي من سكنة الغير يعني إيه خالي من سكنة الغير يعني أنا النهاردة ما قولهاش تعالي عوضي مع أمي وأبويا وإخواتي والكلام ده منفعش وإلا يبقى إذا انهي لها حق برضو الاعتراض طب لو هي كانت دخلة من البداية على نفس سؤال مهم جداً ويمكن ده لو أنت النهاردة كنت دخلة في بيت أهله فبالتالي لم يجي أعملك انزار بالطاعة على الوضع على نفس الوضع إلا إذا برضو دي حتة مهمة جداً إن أنا النهاردة قبلت إن أنا أدخل مع زوجي في مكان في أهله ومقيمة معاه وجيت أنا غضبت أو مشيت أو غادرت المكان فاجأة يعمل لي انزار فاجأة أنا أقول والله أو هي مثلاً تقولك لا أهم مش هينفع إن أنا أعترض لأن أنا كده كده دخلت مع أهله لا مهم ممكن تكوني بتتضراري من كده فعليك إثبات هذا الضرر بشهد الشهود فأصبح ليك برضو حق ليه الاعتراض طبع لازم يكون فيه شهود مرئية مش هيكتفوا بالسمع أو كذا مضبوطي أستاذة إيناسي يمكن الشهود طبعاً هنا في الحالة دي بتبقى شهود الرؤية مش شهود الرؤية من شهود الرؤية السمع بالزبط كده ستة مستشار طيب كان فيه سؤالة ستة مستشار برضو بحب يعني أسأله لحضرتك بالنسبة لوضع الشرع طبعاً الشرع عطل حق في طاعة الزوجة لزوجها طيب رأي القانون إيه بالنسبة للوضع هنا هل بيتتفق مع رأي الشرع ولا إحنا قانون بتاعنا بيقتل فيما يتعلق بالطاعة لا خلاف بين القانون والشرع تمام هو حق الطاعة واجب على الزوجة للزوج ولكن شروط الطاعة فيما يتعلق لابد من أمانة الزوج وبالتالي لابد أن يكون الزوج أمين على مين على زوجة بالضبط الأمانة هنا أمانة على النفس والمال يعني أنت يقتضي فيك كزوج الأمانة ليه؟ أن هي تبقى في مأمن من نفسها وأنت كمان على مالها داي دخلنا في سكة أو في طريق الانشقاق حتة يعني حقول لحضرتك حاجة باعتبر أن هي لها حق الاعتراض فبالتالي هو خلاص كده قامل شقاق ما بين الزوجين ومن ثم هي لما هتيجي تعترض أنا النهاردة بعترض بعترض على طاعتليك يبقى بناء على أسباب إيه الأسباب اللي هي ممكن تبديها اللي ياخد بيها القانون وتكون في صالحها؟ طيب الأسباب يمكن أنا قلتلك أولا في البداية لما باجي أعمل إنذار الطاعة ليه شروط معينة طيب الشروط دي مش موجودة فأنا هاعترض على عدم توفر تلك الشروط طبع ومنها إن الزوج مش أمين علي مش أمين علي إزاي اعتاد علي بالضرب والسب الزوج مش أمين على هنا على النفس على نفسي كزوجة وهو مش أمين علي مليا بمعنى كما لو كان هناك تبديد لمنؤلات الزوجة من قبل الزوج أصبح إن هو يقتضي في عدم الأمانة فبالتالي ليه حق كزوجة إن هي إيه؟ تقوم بعملية الاعتراض من هنا بقى بيبدأ موضوع الاعتراض بالنسبة للزوجة بيبدأ لها أسبابها وبيناتها اللي بتتوفر إن هي تعترض كمان وكذلك الأمر حتى أنا قلتلك قبل كده إنه لما يجي حتى يقول لها تعالي المسكن الزوجية المسكن ده لازم يكون خالي من سكن الغير ماذا لو هو بيبعث لها بيقول لها تعالي والله يعودي عند أمي أو ما ينفعش ليه حق الاعتراض وكذلك الأمر قد يكون هذا المسكن غير ملائم اجتماعيا لحياتها أصلا أو يعني هي كانت عايشة في مكان ما وفي منطقة في اسكندرية مثلا بيعطوها إن إحنا في اسكندرية فعايشة في منطقة مثلا تكاد تكون مختلفة اجتماعيا عن باقي المناطق ما جيش أنا أقول لها والله تعالي يعودي في المكان الفلاني اللي هو يقل اجتماعيا عن المكان اللي كانت عايشة فيه ده بالتالي ليه حق لإعتراض بالضبط كده طب بالنسبة ساتة المستشار لو كنا عند المقصود بإنذار الطاعة في المجمل بتاعه أو المضمون بتاعه ومتى يحق للزوج إرسال إنذار طاعة للزوجة يعني متى يحق له عايزين كده لو قلنا واحد اتنين ثلاثة مثلا وضحها لسادة المشاهدين طيب إحنا برضو في جملة بسيطة خالص متى يحق للزوج توجيه إنذار الطاعة للزوج لما تبقى خرجت عن طاعة هو صح الصبح ما لا يعيش في البيت مش موجود فبالتالي حضرتك بيقول لك تعالي مسكن الزوجية لأن موضوع إنك خرجت عن طاعة وهو بعتلك إنذار طاعة فحطك فيما يتعلق بإيه بالنفأ المظلم إنك يترجعي يا نفأتك هتسقط هتسقط في الحالة دي وبالتالي هنا هنبدأ نخش أستاذ أسامة في حتة دعوة ليه؟ دعوة الاعتراض على هذا الإنذار بيحق لها في مدة قد إيه أن هي تعترض على الإنذار اللي ترفع الزوج أستاذة إناس هو أولا دعوة الاعتراض هي عبارة عن دعوة قضائية أمام محكمة الأسرة بالضبط كان بناء على هذا الإنذار أولا دعوة الاعتراض عن طريق أن أنا بلجأ الأول لمكتب التسوية وأعمل تسوية منازعة فيما يتعلق بالاعتراض على منزل أو مسكن الزوجية وفي خلال التلاتين يوم بيحق لي أن أنا أرفع دعوة الاعتراض على مسكن الزوجية طيب خلال التلاتين يوم من إمتى؟ من تاريخ وصولي أو علمي بالإنذار استلمت الإنذار النهاردة أبدأ من اليوم التالي عدة تلاتين يوم في خلال التلاتين يوم يحق لي أن أنا أرفع دعوة الاعتراض على دعوة بالنسبة يا ستة مستشار خلية تلاتين يوم طيب هل من حق الزوج أنها تضيف في صحيفة الاعتراض بيانات غير ستة؟ طيب في البداية أنا لما باجي أرفع دعوة لإعتراض قصوة أسامة ببني أسباب معينة أنا بعترض على إيه كوكيل الزوجة بعترض على أسباب معينة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست أثناء تداول الدعوة ما يحق ليش أن أنا أضيف أسباب جديدة ليه؟ لأن حرارك ذكرتهم في عريضة الدعوة التي تبيح حق الإعتراض أنت ملاكش أسباب جديدة وفي الحالة دي بيشترت وجود شهود طبعا؟ حضرتك بصي في حتة الاعتراض المحكمة تحيل الأمر إلى التحقيق وبالتالي لإثبات ما يدعيه الزوج وما تدعيه الزوجة خاصة الزوجة هتدعي بقى أن أنا معترضة عشان واحد اتنين تلاتة اربعة وبالتالي يعني ما يفصل بقول الشهود هو شهود الرؤية مثلا ما جات يعني ده ضربني ده شتمني ده سمعني وخاصة كمان ممكن الزوجة تكون عاملة محاضر قبل كده أو فيه أحكام قضائية أو هو ما بيصرفش أو أين كان فدي كلها حاجات بتبدأ المحكمة تقوله والله أن الراجل ده غير أمين على الزوجة ومن ثم ذلك بيبقى ليه حق الاعتراض تمام سيادة المستشار طيب أنا دلوقتي إحنا بدأنا بأن الزوج نتيجة لوضع ما هو ما رتضهوش فرفع الإنذار وحرك قلت إن الزوجة من حقها خلال فترة معينة أنها تعترب طيب بالنسبة للإعتراض بقى عايزين نتكلم في الاعتداد بالإعتراض أو عدم الاعتداد فيه فنقض لو قسمناها سيادة المستشار نقوله إذا قضية بداية بالإعتداد بالإعتراض حيب الوضع إيه؟ وإذا قضية بعدم الاعتداد بالإعتراض دورت مظبوط يعني حركت توضحنا كده للإستاذة المشاهدين ومحدة واحدة كده سيادة المستشار طيب هو الأمر بالنسبة للإستاذة المشاهدين عشان يبقى مفهوم الإنذار إنذار الطاعة هو سلاح زو حدين بمعنى بمعنى أنه النهاردة لو أنا عملت إنذار طاعة فيحق للزوجة أنها تعترض على هذا الإنذار ولها حق طلب التطليق للشقاق والخلاف واستحكم النفور بمعنى يبقى ده مش في مصلحة الزوج هنا حتولي لي ده مش في مصلحة الزوج لأن خلاص أصبح أن هناك خلاف بينهم قدمناها إنذار وهي اعترضت يبقى فيه خلاف أصبح أن هناك خلاف ومنسمى حق ليها طلب التطليق طب حرجع لسؤال أستاذ أسامة تاني في حالة الاعتداد بدعوة الاعتراض وحالة عدم الاعتداد إذا لم يعتد بدعوة الاعتراض وتم رفضها في الحالة دي أصبحت الزوجة ناشز قانونا ناشز ومنسمى تسقط نفقة الزوج ولكن نشوذ الزوجة لابد من رفع دعوة أخرى هي دعوة إثبات النشوذ اللي المحكمة في النهاية حكمت بعدم الاعتداد بالإيه؟ بالاعتراض يبقى لها دعوة إيه؟ أخرى بالضبط طيب ماذا لو تم الاعتداد بقى بالاعتراض؟ هنا لو أنا دلوقتي اعتد يعني الاعتراض ده خلاص اتخذ بيه في الحالة دي الزوج هنا ده المترتب على عدم الاعتداد بالاعتراض الأولاني عدم الاعتداد بالاعتراض يعني اللي انت قلتيك يا زوجة ما اعتدش بيه فحضرتك يبقى انظاره تمامي يبقى حضرتك أصبحت زوجة ايه؟ ناشز ومنسمى ترتب عليه سقوط ايه؟ النفقة الزوجية طيب احنا عايزين نوضح لسيدة المشاهدين يعني ايه كلمة ناشز؟ نشوذ الزوجة هو بالبلد خالص سقط حقها في النفقة الزوجية بالضبط دون ان يترتب اي ضرر بالنسبة للنفقات الاخرى من متعة ومؤخر لكن سقط بس النفقة ليه؟ لانها اصبحت زوجة ايه؟ ناشز خلاص خرجت عن طوعه هو ايه اللي بيخليك تاخدي النفقة؟ الطوع الطوع بالضبط فاصبحت ناشز بقى ما فيش طوعي بقى ما فيش ايه؟ نفقة طب والأولاد هنا موقفهم ايه؟ نفقة الأولاد كده برا الموضوع خلينا دايما متفقين يا أستاذة ايه ناس حق الزوجة كزوجة اي علاقة لي سواء ضرر لها كزوجة بالنسبة للزوج ما يأثرش على حوق الأولاد حوق الأولاد هو من نفقتهم سواء مأكل ومسكن بس ايه كان نوع ما فيش حاجة ترطب على ضرر على الأولاد حضركة انتقلت بنا لمنطقة تانية خالص ان هي ان الزوجة تصبح ناشز لزروف معينة فهنا جالي سؤال عايزة اسأل حالك ساتب وستشار ما هو أثر النشوذ على دعوة تطليق للضرر؟ يعني هنا أثر النشوذ على دعوة تطليق للضرر الحيب الوضع هنا ايه؟ طيب دعوة تطليق للضرر هي بتتضرر من الزوج اين كان نوع الضرر اين كان نوع الضرر؟ هو انت بس أصبحتي زوجة ناشز خرجت عن طاعة الزوج ومن ثم ذلك مش هيأثر على دعوة تطليق ليه؟ لأن انت النهاردة هي قد تكون متضررة من شيء ما فلا حق أن تثبت في دعوة تطليق ما يتم إثباته لأن المحكمة النهاردة بتفتح تحقيق وبالتالي أقوال الشهود إذن المحكمة رأت أن أقوال الشهود في اتجاه الزوجة فبالتالي حكمت بدعوة تطليق معينا كمان سؤال أثر تنازل الزوج عن انزار الطاعة؟ هو لو تنازل عن انزار الطاعة فانتهت الخصومة الخصومة فيما يتعلق بها أستاذ أسامة فيما يتعلق بالطاعة بالطاعة ولكن طب لو في اللحظة دي الزوجة بقى اتخذت طريق آخر وهو طريق الخلع هيكون الموضوع المقصد قبل ما نقول إنها اتخذت طريق الخلع قد تكون أثناء الإنزار ودعوة الاعتراض طلبة التطليق والحتة دي مهمة جدا هنوضحها للسادة المشاهدين إذا طلبت التطليق فأصبح الأمر بثلاث فرود هي طلبة التطليق المحكمة طبعا بتعرض السلح طيب انت طلبت التطليق عشان استحكام أو للشقاق والخلاف واستحكام النفور انت طلبت التطليق المحكمة بقى تحيل الدعوة إلى الحكمية عشان يبدوا رأيهم هل فعلا انت كزوجة على حق؟ ولا الزوج على حق؟ ولا المشكلة في التطليق سببها انتوا الاتنين؟ طب ناخد كل جزئية ست المستشار على حدة تمام إذا كان الزوج على الحق الوضع يبعيه؟ إذا ثبت من الحكمين وفقا للتأرير الذي سيرد للمحكمة أن الزوج على حق فيقد تضررت من الزوج استحقت حقها كاملة استحقت حقها كاملة هنا باعتبار أن التطليق سيبقى سبب الزوج لأن تضررت منه طيب أستاذة الناس ناخد العكس إذا ثبت الحكمين بتأريرهم أن المشكلة عند الزوجة حضرتك أصبحت دون حقوق شرعية إذا تم التطليق يعني نالك مؤخر ولا متعة ولا عدة ولا الكلام دا انتهى ليه؟ لأن أصبح أن التطليق سببه الزوجة وكأنه بمثابة خلع إذا هنا بتسقط عنها حقوقها خلق ما لهاش حق بالضبط لو الاحتمال التالت بقى ساته مستشار وهو المناصفة بين الاثنين ودوارت بيعني أنا عايزة عرف يعني المناصفة بين الاثنين إذا صرت التأرير من الحكمين أن الزوج سبب وهي كمان سبب يبقى أصبح العام المشترك بالضبط فتتقادة نص حقوقها يبقى الأمور دي ممكن ما تكونش واضحة للناس كتير لكن أنا بوضحها وأنت حضرتك كزوجة طلبت التطليق أثناء دعوة الاعتراف دا القانون اللي بيحكم النهاء بالنص بينهم أو دابل ود أو إيه؟ بقى في بقى كده الزوج من نص حقوق الزوجة يعني مؤخرة عشرين هيبقى عشرة نفقت متعتها هيبقى مبلغ كله النص لأن حضرتك سبت الضرر أنتو اللي تنم مساهمين فيه يبقى لا هو ولا أنت لأ دا أنتو اللي تنم مع بعض لأن لو قلنا لو هو سبب الضرر سبب التطليق للضرر راجع للزوج ختي كل حقوقك لو سبب التطليق للضرر راجع للزوجة ملكيش حقوق وكأن الأمر كأنها بتطلب خلع حتى تمكين الشقة؟ تمكين الشقة في الحالة دي يبقى؟ هو خلينا نكون بعد تمام البعد في كلمة تمكين من مسكن الزوجية لأن تمكين مسكن الزوجية قائم على إيه؟ على إن الزوجة ما هي إلا حاضنة في أطفال لكن النهاردة لو ما فيش أطفال حضرتك ما لكيش حق التمكين وخاصة طبعاً بيبقى بعد الانفصال لكن طول ما في أولاد فطبعاً لها حق ليه؟ التمكين سيدة أسامة معنا أسئلة إيه النهاردة؟ سيدة المستشار طبعاً إحنا يعني زيان بقوله كده بالبلد كده القادة معاك ما ينشبعش منها يا سيدة حقيقة الله حضرتك سيدة بس إحنا طبعاً عندنا يعني عشان وقت البرنامج بس إحنا في وعد إن شاء الله إن إحنا عايزين يعني إيه نظارك لكل جوانب القانون الأسرة وكل أحوال الشخصية شخصية جالنا أسئلة كثير عبر الصفحة متوضيح لحضرتك بعض الأسئلة سيدة المستشار بنحب ناخد رأي أحراك فيها فأنا حتى حنقولها لك في عجالة كده جاءنا على صفحة البرنامج سؤال من أحد الأشخاص ويدعمين معين من السويس بيقول في سؤاله سيدة المستشار إن أهل مطلقته بيمنعونه من رؤية أطفاله بشكل ودي وقد تدخل أهل الخير لحل هذه المشكلة إن هو يشوف أولاده ولكن دون جدوة دون جدوة هو بتساءل ما هو الشكل القانوني الذي يمكنه من رؤية أطفاله القانون جعل للأب حق رؤية الأطفال وقانون الرؤية إن إذا تم الاتفاق والتراضي خلاص تم لجوء للاتفاق إذا لم يحدث الاتفاق نظمه القضاء وطبعا القانون بيقول إن هو لي ثلاث ساعات إسبوعيا فأيام غالبا فيها العطلة الرسمية بما يقتضي مع مصالح الطفل في مكان قد يكون نادي اجتماعي أو يكون مركز شباب أو مؤسسة أي إن كان أو دور رعاية وبالتالي هو حقه يتقدم بطلب مكتب تسوية منازعات الأسرة ومن ثم يقوم برفع دعوة إذا طبعا طلب التسوية حل ودي وده بيبقى يعني مستحيل شوية وإن كان تحلي بقى خلاص ما تحلش بيتم اللجوء لرفع دعوة الرؤية والمحكمة بتحكم له وبالتالي ينفس حكم الرؤية برؤية أولاده أقصى حاجة ثلاث ساعات أسبوعية أقصى حاجة ثلاث ساعات أسبوعية سيد أسيمة معنا لو ما حدتك سؤال آخر لأن الرؤيت جدا تفضل سؤال دعا فكرة من البحيرة بيتساءل خاهمين من البحيرة قائلا حدث انفصال بيني وبين زوجتي منذ فترة وتم الحكم علي بمبلغ النفقة الواجبة وكنت منتزما بسداده ولكن لظروف خارجة عن إرادتي ولظروف مرضية أصبح مبلغ النفقة عفء علي خاصة وأن دخلي غير سابت وظروف المعيشية أصبحت صعبة ومرضي يستهلك كل دخلي ولا أستطيع أن ألتزم بمبلغ النفقة فماذا أفعل وهل يمكن إسقاط مبلغ النفقة؟ سيدة المشارفة إنجاز الإجابة بس أأذن حضرتك طبعا عشان وقتنا بس نهارت النفقة أصلا هو الحكم الصادر بالنفقة هو حجية مؤقتة قابل للتغيير بالزيادة أو النقصان وبالتالي حسب حالة عصر ويصر الزوج فإذا تغير حال الزوج من حال إلى آخر له الحق في طلب نقصان مبلغ النفقة عن طريق رفع دعوة تغفيد النفقة والعكس إذا تغير حال الزوج إلى يسر فبالتالي يحق زيادة مبلغ النفقة والنفقة لا تسقط على الأب بالنسبة لأولاده وعلى الزوج بالنسبة لزوجته لأن ده حق من الحقوق التي قررها الشرع وأوجب عليها القانون صعد عابب وجودك معينا النهاردةً في البرنامج سيات المستشار إن شاء الله سيديناء وعد موجود معنا في الحلقات الأخرى حشان نناقش بعيد الأسئلتنا إن شاء الله سيات المستشار تشهدتنا بحضرتك إن شاء الله على وعد إن شاء الله بحلقات أخرى إن شاء الله شكراً ليكي سيد أسامة، شكراً لحضرتك سيات المستشار وشاهدينHappy بشكركم على حسن متابعتكم على أمل اللقاء وحلقات أخرى وجديدة من برنامجكم بلدنا المحروسة إلى اللقاء اشتركوا في القناة